رعاية الصحية في اليمن من حالة التخلف إلى الانهيار بسبب الحرب واحتدام النزاع في اليمن عشرون ألف شخص سنويا يصابون بمرض السرطان وتصل نسبة الوفيات إلى ستين في المئة ويعد مرض السرطان من أكثر الشرائح معاناة وتأثرا بالحرب بسبب احتياجهم للدواء المستمر الذي بات الحصول عليه أمرا في غاية الصعوبة أدوية مرض السرطان تعتبر هي الأغلى فشراؤها يكلف أثمانا باهظة تتجاوز قدرة المرضى في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر الأمر الذي دعا طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا هنا في الحديدة إلى إقامة بازار لدعم مرض السرطان في محاولة منهم لتخفيف معاناة المرضى بسبب الأوضاع التي يعيشها الشعب اليمني والحصار المفروض على الشعب اليمني افطرينا في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان للنزول إلى كافة المؤسسات والتعليمية وغيرها من أجل دعم هؤلاء المرضى مرضى السرطان ككثيرين يبدو أن معاناتهم ستستمر وتتفاقم خصوصا في وجود ميليشيات تستهدف المرافق الصحية والعاملين فيها فضلا عن إصرارها على خرق أي هدنة يمكن أن تخفف من معاناة الكثيرين اشتركوا في القناة